ويمكن دي صورة أنا حابب إن أنا حستعين بصور جوجل عشان نوري كل المصريين وحضراتكم كيف كان الشكل في 2014 وإحنا النهارده بقى شكل ده ودي كلها صور جوجل اللي يعني اللي حضراتكم كلنا عارفين ده كان مكان أنفاء تحيا مصر اللي في الإسماعيلية دي كانت الصورة في 2014 النهارده هذه هي الصورة تنمية كاملة بقت موجودة في هذه المنطقة وبنعمل مش فقط هو النفأ ولكن بتبدأ خدمات لوجستية وخدمات مختلفة تبقى موجودة حول هذه المنطقة طبعا يعني كل مجموعة من الأنفاق زي ما حضراتكم شايفينها معمولة على أعلى مستوى من الحرفية العمل الهندسي والأمان وشبكات الإمان والحماية كلها بقت موجودة أنفاء 3 يوليا بمحافظة بورسعيد والنفأ التاني للشهيد أحمد حمدي اللي هو كان آخر نفأ شرفنا بافتتاحه في خمط الرئيس ولكن جنبا إلى جنب مع ذلك ما اكتفناش بالأنفاء ولكن وجدنا أن احنا عايزين المسافات البينية بين الأنفاء أن احنا نعمل مجموعة من الكباري العائمة وأنشئت سبع كباري بتكلفة حوالي مليار جنيه عشان تبقى برضو أماكن يعني وسيطة ما بين الأنفاء وكلها طبعا سميت بأسماء شهداءنا الأبرار اللي ضحوا بحياتهم وهم بيخودوا عملية القضاء على الإرهاب في سينا ودي كلها الصور اللي بتوري مدى أهمية هذه الكباري في أعمال الربط والتنمية اشتركوا في القناة